السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة سيموتراتيك في هذا الفيديو سوف نتعرف على طريقة حصرية من ابتكاري الشخصي وسوف أطبق العملية على هذا التلفاز من نوع بانسونيك 43 بوصة طبعا الطريقة يمكن أن تجه حتى في موضيلات أخرى ليس بالضبط هذا الموضيل ما هي هذه الطريقة؟ هذه العملية هي عبارة عن التحكم في سطوع لدات الشاشة قد تتساءل وتقول ما فائدة الزيادة أو نقص في سطوع لدات في الحقيقة هي عملية تفيد كثيرا في حالة كان لدينا مشكل في دائرة ترفع الجهد أو ما يسمى الأنفيرتر الخاص بتغذية لدات أو في حالة كانت لدينا لدات مثلا تحتريق بسرعة في أشياء الشاشة لأنك تركب لدات جديدة وبعد مرور شهر أو أقل يرجع المشكل فتضطر إلى تبديل اللدات من جديد بالنسبة لهذه الحالة عندي فالمشكل في دائرة ترفع الجهد أي أن اللدات جميعها سليمة وليس بها أي مشكل لكن إذا أتى الشاشة فهي ضعيفة إذا لاحظتم هنا عند اشتغال التلفاز تظهر صورة غير واضحة جيدا وذلك راجع لضعف في الإنارة إذن هنا إذا لاحظتم هنا يوجد هذا الكونيكتور أو مدخل تغذية اللدات ولدينا هنا دايود ومحول إلى آخره هذا الجزء هنا خاص بتغذية اللدات وفي الجهة الأخرى وفي الجهة الأخرى لدينا هنا آي سي وقد قمت سابقا بالتعديل عليه لاحظوا قمت بإلغاء الحماية على هذا الآي سي قمت بإلغاء الحماية على هذا الآي سي لأنه إذا ما قمت بنزع هذا التعديل لن يشتغل لن يعطي هذا الآي سي لن يعطي تغذية للدات أي أن به مشكل أصلا هذا الدائرة بها مشكل أو هذا الآي سي وطريقة إلغاء الحماية لهذا الآي سي الخاص بالآي سي قد شرحتها في فيديوهات في فيديو سابق وسوف تجدون الفيديو في صندوق الوصف ليس هذا ما يهمنا المهم أنه بعد التعديل على الآي سي أصبح لدينا مشكل ضعف الإنارة لأن الآي سي يشتغل لكن لم يشتغل بالطريقة التي يجب أن يشتغل بها أولا سوف أحتاج هذه القطعة البسيطة هي عبارة عن مقاومة متغيرة وهي متوفرة في القطع الإلكترونية بكترة بحيث حينما أقوم بتدوير هذا الجزء تتغير شدة المقاومة ما بين الأطراف إذا قمت بتثبيتها في هذا المكان لكي يسهل علينا استعمالها الخطوة الموالية هي أني سأقوم بتركيب طرف من السلك ما بين الطرف السالب لاحظوا هذا الطرف سالب المكتف ثم طرف آخر من السلك أقوم بتركيبه في سالب كونكتور تغذية اللدات في السالب بهذا الشكل لاحظوا إذن كما وضحتم فالأمور فهي بسيطة وواضحة إذن الطرف الأسود هو مركب في سالب المكتف والطرف الأبيض مركب في موجب الكونكتور أقوم بتركيبهما مباشرة أو وصلهما مع طرفي المقاومة المتغيرة بهذا الشكل إذا لاحظوا عند القياس لدينا هنا تقريبا تسعون أو تسعون فاصل خمسة غوم إذا لاحظوا عند القياس لدينا هنا تسعون أوم عند تدوير المقاومة تنخفض شدة المقاومة والعكس صحيح عندما نقوم بتدويري بالجهة الأخرى تتفع شدة المقاومة الآن بعد تركيب كارت التغذية في مكانها أو تثبيتها في مكانها ننتظر قريلة حتى يقلع التلفاز لاحظ هنا في هذا المكان هنا يوجد هنا هذا الضوء الأبيض هنا جمعا الليدات طبعا الآن سوف أقوم بتغيير شدة المقاومة وراحظ ماذا سوف يحدث إذا لاحظ عند تدويرها إذا ارتفعت شدة الإضاءة لاحظوا وعند تدويرها في الاتجاه المعاكس تنخفض مرة أخرى الإضاءة إذا نلاحظ مرة أخرى أنها تبدو واضحة عندما أقرب الكاميرا تنخفض لاحظ تنخفض الشدة عند التدوير تنخفض شدة السطوع إذا الآن لاحظ أن الصورة أصبحت واضحة هذه الصورة هنا شاهدنا في أول الفيديو لاحظ هناك فرق ما بين الصورة الأولى والصورة الثانية هذه الطريقة أصدقائي هي مفيدة أيضا في حالة كانت لدينا مثلا للداد تحترق بسرعة كانت تحترق بسرعة نقوم بزيادة شدة المقاومة أي يجب رفع شدة المقاومة أما في مثل هذه الحالة عندي أنا أحتاج إضاءة أكثر لهذا قمت بخفض شدة المقاومة إذن أصدقائي الطريقة كما رحتم فهي من ابتكار سيمو براتيك وقد قمت بمشاركتها معكم لكي تعم الفائدة إذا أعجبك الفيديو صديقي لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتشجيعنا ببعض اللايكات كان معكم سيمو براتيك والسلام عليكم ورحمة الله